صباح و أهلا وسهلا على الكنال. اليوم بدأنا نتحدث عن Red Magic 6S Pro. هذا التليفون أسرع التليفون الذي نزلته الشركة Red Magic الآن. والحلاوي فيه أنه صار عنا الآن الحاسوب Snapdragon 888 Plus. هذا أجدد شيء نزل في آخر السنة في 2021. سأقوم بعمل عليه مراجعة. سأخبركم الحلو. سأخبركم أيضا عن اللحيش فيه. لأنه لا يوجد شيء جيد بأي شيء. لكن أهم شيء، هل هذا التليفون أحسن جيميج فون على السوق؟ الآن يوجد لدينا أخرى. أنا طارق، شكرا جزيلا على كل الناس الذين عملوا اشتراك. دعونا نتحدث عن Red Magic 6S Pro. اعملوا لايك و ساجلوا على الكنال حتى دائما دائما تعرفوا لما ننزل لكم فيديوهات جديدة. هذه العلبة كل الأغراض التي تأتي بقلبها. كما نرى أن الشجر هنا 30 واط يستطيع شارج البطارية الموجودة هنا. 5050 ملي أمبير موجودة بقلبها. يمكننا أن نستعمل الشجر أقوى منه تقريبا 66 واط. لكنهم لم يأتي بقلبها. إذا كان لديكم شارج خمسة، يمكنكم شارج أسرع. لكن على القليلة هنا لدينا 30 واط يوجد فيقلب العلبة. لدينا الشريط الـ USB-C للـ USB-C. و أعطينا أيضا نغطى هنا ترانسبران لكي نغطي التليفون من الجنب. لكن غير ذلك، هذه هي كل الأغراض التي يأتي بقلب العلبة. دعونا نتحدث عن المميزات التي يوجد فيها للتليفون. أولا مثل ما قلنا نحن، الشاشة الموجودة لدينا 6.8 إنش 20x9 1080P للشاشة. نحن نوصل الـ refresh rate للـ 165، كما ترونها هنا موجودة لفوق على الشمال. وهذه الحلوة فيها، لدينا نقطة من 60، 90، 120 و 165. لدينا نعملها دغري من الـ notification panel هنا، إذا نصحبها على اليمين. أولا مثل ما موجودة لدينا، أنا موجودة على 165، 165، بس 120، 90 أو 60. يمكنكم أن تقلبوا بيناتهم، حتى توفروا بطارية أو إذا تكون تلعبوا ألعاب. إذا تتفرجوا على الفيديوهات، أعتقد أن الـ 60 frame ستكون أحسن شيء، ولكن إذا تكون تلعبوا ألعاب عليه لهذا التليفون، أو تكون على الـ social media أو لهذه الشغلات، الـ 165 ستساعدكم كثير لأنكم. يمكنكم أن تعملوا هذه السحبات بسرعة كثير، وتلاحظوا أن الشاشة تعمل عليه refresh rate كثير كثير منيحة، وتظل منيحة، ليست تكون كثير منيحة. السيستام موجود هنا، الـ Android 11 موجود تحت لهذا التليفون، لدينا عدة شغلات جديدة، أول شيء غيروها، لتعيط الـ fingerprint sensor الموجودة تحت الشاشة. صار أول شيء الـ Gen 7، ننزلوها جديدة، وتشوفوا كيف تفتح التليفون بشكل رهيب، الـ Unlocking بشكل رهيب. ولكن غير ذلك، ننزلوا الشغل اللي قتنا نعمل عليها، الـ fingerprint sensor الـ heartbeat sensor، ستضعنا أصبعنا عليها، سوف تقرأ أيضاً الـ Beats Per Minutes على قلبنا. 75% الآن تقرأ هنا، 73% ثم تنزل قليلاً، وعندما تخلص، ستعطينا أيضاً الرقم، هذا الشغل جيد، يجب أن تضعوا على التطبيق، وتضعوا أصبعكم على مطرح الـ fingerprint sensor، كل شيء يمشي مضبوط، ستقل لكم أن تقرأ الـ النبط على القلب، لذلك، أيضاً لدينا أيضاً السيستام هنا، يمكننا أن نضبطه، إذا نضبط الفان ندورهم، لدينا عدة فانات، والشغلات موجودة داخلها، الشغل الوحيدة التي نريد أن نعرفها هنا، أن شكله للتليفون، ومميزاته من بره، تقريباً كل شيء نفسه نفسه، الذي رأيناها في Red Magic 6. لدينا الزر هنا للـ Power، الفان هنا يظهر الهواء منها، لدينا الـ Air Triggers موجودين جديد هنا، هنا للأوضاء، غير ذلك، سرعتهم إلى 450 هرتز، لديهم زر زيادة هنا، مسميهه الـ M-key، عندما نسحب سحبة بين اللوغو إلى اسم رد ماجيك، عندما نسحبها من هنا إلى هنا، نحن نلعب بلعب، نستعمل إصبع هنا، ونعمل هذه من هنا إلى الموراة الموجودة، مسميه الـ M-key، هذه شغلة كثير مهمة، الفينجر فرنت سنسور مثل ما لديهم جديد، الكاميراة بعضهم مثل نفس الشيء، 64-2-8، المماري الموجودة على التليفون، لديهم موديلين، واحد عنده 12 جيجا بايت رام و128 لزاكرة، سيكون 16 جيجا بايت رام و256 لزاكرة، لديهم سيكون الـ LPDDR5 مع UFS 3.1، سيكونون سريعين كثيرا بشكل رهيب، هذه شغلة حريوية كثيرا في تليفونياتهم الـ Red Magic، دائماً سيعطوكم أحسن شيء، لدينا لدينا الـ headphone jack، لنستعمل الشريط العادة، السماعة موجودة، لنستعملها مع سبيكرا تحتنا، لدينا سبيكرا، لدينا سبيكرا، اثنين سيم كارد، سيطلع عليهم 5G، الـ USB-C التي نعطيها كميلاً لنشرجها، ونعمل معلوماتنا عنها، مثل تلكون الـ power button موجودة على اليمين، والـ volume rocker موجودة على الشمال، هذه الزر الأحمر موجودة لفوق، بفوتنا على سيستام ثاني، بسمه الـ Game Launcher، عندما نسحبه للزر، بيقلبه على الـ Red Magic Game Launcher، ساعتاً لنستعمل كل الألعاب موجودين هون، ونستعمل التلفون كتلفون للألعاب، إذا كنت تعمل شغلة تانية فيها، بس تطفو الزر، كثير بسيط، ونبطلنا برجعنا على السيستام العادي تابعهم، ونستعمل كثيراً كثيراً بالـ Notification Panel، كل الشغلات الموجودة، عندنا كمان مثل ما تفجأتكم، نغير الـ refresh rate، الـ vibration، الـ dark mode، كلكم فيكم تعملها من هناك، عندنا الـ Android 11، مثل ما أخبرتكم، هنا نضبط عدة شغلات على الشاشة، الـ Always on display، لدينا موجود، الـ Lock screen، Launcher، هنا نغير كل الشغلات هون، نضبط عدة شغلات عندهم، الـ Cyberpunk موجودة هون، النوبية، الـ Wind Future، الـ White Mac، الـ Colorful، الـ Whirlpool، أنا عندي هناك خللات على الـ Future Tech، هنا نضبط عدة شغلات كلها موجودة هون، الحساب، الـ Google Play Services موجودين، مثل ما ألتلكون، الـ Neo AI، الـ Cooling Fan، كل الشغلات نقدر نضبطها، وكمان عندي، الـ Navigation Gesture، مثل ما ما تشوفهم، يستعمل الـ Gesture عليه للتليفون، Digital Wellbeing، Passwords، وكلها الشغلات، تحت المور، هنا نشوف الـ Free Window، One Handed Mode، Red Magic Symbol Lamp، هيدا كيف ندورها ونضبطها، Quick Start، Entertainment Toolbox، Heartbeat Detection، هيدا هو المستعمل على البشمة، وNubia Share مع Super Snap، لنقدر نضبطها، System Update، والـ About Telephone، كلهم موجودين هناك، السيستام كتير بسيط، يمكنكم تعملوا مع الـ App Drawer، ولا بس هكي عادة، يمكنكم تقلب وطنينتهم، ومجرد ما تعملوا هون، تكبسوا عليه، تفوتوا على الـ Settings، يمكنكم تغييرها هون، Home Screen Style، عملته Standard، يمكنني اقلبه كمان على الـ App Drawer، ونضبطها من هناك، Notification Dot، ويمكنكم تغييره الـ Grid، للـ 5x6، أو حتى 5x5، أعطيت اختيارات، أعطيت الشيء التي نعملها، ونضبطها، نزلت كم تطبيق عليه للتليفون، أول شيء، أريد أن أعطيكم، أنه أنا نزلت التطبيق للـ Geekbench، حتى نرى كيف سرعته لها التليفون، خاصة لما جددوه على 888+. غير هكي، نزلت وغير شغلة جيدة، أنه الـ Core الأساسي لهذا، أول حاسوب قلبه إلى الـ CPU، يعملوه على 3 جيجا، وهذا أسرع من التليفونات الثانية التي رأينا بالصور، لذلك، لما نضعه، وندوره على Game System، نرى أن الـ 1100 و 3 جيجا، ويكون الـ 888 يكون تقريباً على الـ 1100، لذا نلاحظ أنه هناك دفش أيضاً، ومالتيكور 3692. لذا، عندما نقوم بعمل على الـ Single Core، سيكون هناك أفضل، لا يوجد شيء تحته هنا، لا يوجد شيء أخرى، الـ S21 Ultra على الـ Exynos أيضاً، أو حتى قريباً منه، هذه كثيراً مهمة، وننشوفها، ونضبطها، غير هكي، نزلت Kenjin Impact، ريدل ريسين 3، الـ Modern Combat Versus، Call of Duty Mobile، والـ PUBG Mobile، إذا كنت نلعب الألعاب، بس نسحب الزرد إلى فوق، بيأخذنا دغري على السيستام العادي، وفينا نرى عدة شغلات، الآن، قوة للألعاب كلهم، دعنا نرجع هون شوية، أريد أن نرجع هون شوية، لنرجع هون شوية، الـ Call of Duty Mobile، أحسن شيء، 90FPS، الـ Geekbench، مثل ما عنده سبعة هيدا، الـ Genshin Impact، ستذهب على كل أحسن شيء، على 60FPS، الـ Modern Combat Versus، ستذهب على 120Hz، 120FPS، PUBG Mobile، أحسن مميزات الكاليتات، مع الـ Frame Rate، سيكون 60FPS مضبوط، Real Racing 3، سيكون 165FPS، كثير كثير منيح، وفينا ندور المروحة، وفينا نعمل Super Power، وهذا حاطت أنا المروحة هون، بدي فرجيكم إياه، أن هذه نزلت، نزلوها بأيام Red Magic 6، لكي تستعملها مجرد، ولكن ما أوصلها من هنا، في ساعة نقدر نزيد كولر، نعطيكم ثانية، ندورها، نبرد الحاسوب، لأنه يحمل قليلا، الحاسوب 888، لكن ما يعجبني فيه أكثر شيء، إذا نفوت تحت الـ Settings، نعمل الـ System، يمكنكم أن نشاهده، يمكنكم أن تصيطره، أي لون عليه، الفان قوتها، قوتها، وعادة، يمكننا أن نخففها هنا، يمكننا أن نعمل عادة، وفينا نعمل On و Off، وكل الشغلات المنحة، كثير منيحة، خاصة، إذا عندكم هل الفان، وجبتوها من قبل، لن يجب واحدة تانية، بتمشي مضبوط، حجمه للتليفون، وشكله من ورا، رغم أنه عنده عدة موديل هاته جديدة، نفس الشيء، نفس الـ Parameters، نفس الحجم طبعه، نفس الشيء، والشيشة تقريبا كلها كمين نفس الشيء، دعني أعطيكم شوية أهم ألعاب، بقلبوا إليها التليفون من Red Magic 6S Pro. rent через creditedفقى باب CP3 تحنيينيص انشاء Terrific تقرير إنجياً تکرير تقرير اشتركوا في القناة 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 شكرا في القناة اشتركوا 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 في القناة نتفرج عليها الفيديوهات لو حتى سنستعمل الكاميريات لتسجل الفيديو المميزات التي رأينا هنا في Red Magic 6S مميزات تجددوها قليلاً عن ما رأيناها أول السنة تجددوا الحاسوب على 882 و أول حاسوب الأساسي تبعه على 3 جيجاهرس معناه ليس فقط أبوها وغيروها أعطونا قوة زيادة عليه لدينا عدة اختيارات 12-128 وبعدها 16-252 للذاكرة تستطيع اختاره إذا تكون هنا عدة الهوين جديدة الهوين جديدة الموجود هنا سريع بشكل رهيب ليس فقط أن تضعه أيضاً الهوين جديدة الهوين جديدة ولكن حدث أن هذه أحسن كثير من أول واحد نزل في الأول السنة إذا كان لديكم هذا ولاحظتم أنه ليس كثيراً سريع يعني يأخذ تقريباً شي نص ثانية هذا مجرد أن أصبعكم عليه تغريب يفتح مظبوط الشيء الثاني أيضاً التواجد الموجودين على التراجر الموجودين لفوقه على اليمين يمكنكم أن تضبطوهم بمطرح ما تكون وغير ذلك أيضاً لدينا هذا الزر الزياد الموجود للمسميين والمكي لورا هذا مهم كثيراً أنه يستطيع يساعدنا أن نضع أصابينا على الشاشة التي نلعبها نستعمل التلفونات لنلعب هذه الألعاب يسموها الكلاو تضعوا أصابيكم لتقدر تكرسوا كل الزر على الشاشة هذه تسحبها لفوق مثل كأنه لدينا التراجر على هذه الألعاب ونقبس كبسة كبسة ونسحب هذه الصحبة هنا هذه الألعاب كثير منيح ويجعلنا أصبعنا هنا أن نقوم بسة هذه الألعاب تعجبنا كثيراً خاصة للملعب ألعاب PUBG Mobile, Call of Duty Mobile Modern Combat Verses هذه الألعاب ليست فقط أن نستطيع نتحرك عن عدة اختيارات نستطيع أن نختار عدة صور فيها لنستطيع أن نغير شيئاً مثلاً لنفتح الباب لما نعمل شيئاً لما نغير هذا لنستطيع هذه الألعاب بالنسبة لي أنا هذا التلفون سينزل قريباً في 27 شهر إذا بعد ما نكون عارفين، إن شاء الله قريباً بتقدر تجيبوه إلى نفسكم، سأعطيكم لنك بالتسكريبشن تحت حتى تشوفوا معلومات زيادة بالنسبة لي أنا أعطيت هالتجديدات اللي نزلوها، تجديدات صغيرة عن اللي شفناها أول السنة بس مهمة إذا أنتم ما تكون تلفون من قبل مجبتوا Red Magic 6، بالله نطرته بتكون تشوفوا 6 التلفون الأخير تبع السنة، بأعطيت أنا هالتجديد سيكون أحسن شيء معقول تقدر تجيبوه سعر للمميزات، ما فيه مثل كومبو موجود على الماركت هالله إذا بنطلع على البلاك شارك مثلوها السنة اختاروا إنه ينزلوا بعد حاسوب 78 من السنة الهجديدة هيدا تقريباً 865 بلاس بلاس عليه ليس أنه فيه إشكال Red Magic أخذوا آخر حاسوب موجود بالسوق وعطوكم أحسن شيء فيه سيكون شوية حامي لأنه هيدا التلفون ليس بس لأنه عنده مرحب يمشي الحرارة منها عم تعمل تقريباً الحرارة منه للتلفون و888 كحاسوب قليلاً حامي هذا نعرفه من أول السنة لذلك عندما نتحدث عنه للتلفون وبكل الشغلات الموجودة في هذا التلفون أريدكم أنه سيكون أحسن شيء موجودة عندهم عندكم الآيستاك التي تركبوها عندكم مرحب قلبه للتلفون يوجد عدة شغلات معجبين فيها وخاصة أنا بالنسبة لي من عندما بدأت أتعرف عليهم هذه التلفونات يعملوا مميزات كثير حلوة وكل الناس تحب المميزات التي يعطوناها هنا هيا، شكراً جزيلاً على كل الناس لما اشتراك سأراكم إن شاء الله في الفيديو جديد ترجمة نانسي قنقر